دشنا وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الربو مفتاح توزيع منح مشاريع متناهية الصغر لثلاثة وتسعين مستفيدا ومستفيدا من النازحين ضمن مشروع تدريب المهني ودعم المهارات الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في تسع محافظات بتمويل من مركز الملك سلمال الإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وتتضمن منح المشاريع عدوات المهنة متكاملة في مجالات صناعات غذائية صيانة جوالة نساء صيانة الأدوات المنزلية والبيطرة إضافة إلى دعم فني من قبل الوكالة للمستفيدين والمستفيدات خلال الأشهر الأولى من إطلاق مشاريعهم لمساعدتهم في حل الإشكاليات والتغلب على التحديات واستمع الوكيل مفتاح إلى شرح من ضابط المشروع بالوكالة صلاح المنباري حول المشاريع الذي استهدف أو حول المشروع الذي استهدف 1533 مستفيدا ومستفيدة في محافظات عدن لحج مأرب وأبيا وتعز وحضر موت والمهرى وشبوى والضالع بهدف إكسابهم مهن ومهارات تساعدهم في تكوين مشاريعهم صغيرة ومتنهية الصغر لتحسين سبر العيش لأسرهم بكلفة تبلغ 4 مليون دولار أمريكي وأشهد الوكيل مفتاح بهذا المشروع الحيوي والمستدام الذي يستهدف التنمية البشرية ومساعدات المجتمع خاصة الشباب والفتيات من النازحين والمجتمع المضيف في بناء قدراتهم بمهن مدرة للدخل تساعدهم على التحول من ملتقى مساعدات أو من متلقي مساعدات إلى منتجين وأصحاب مشاريع ومشاركين في التنمية وإعادة الإعمار ومساهمين في تحسين سبر العيش لأسرهم شكرا